مازلنا مستمرين في الفقرة الرياضية لأن زي ما عرفنا من دينا أن الزمالك إدرين هو يعبر لدور المجموعات في بطول الدوري أبطال إفريقيا بنتيجة كبيرة بمجبوع لقائن وصل لستة واحد كمان عندنا مباراة هامة النهاردة في السادسة بسالة للأهل هيواجه فيها الاتحاد المنستيري التونسي في لقاء العودة خلونا نعرف تفاصيل هذا اللقاء وقراءة وفية عن المشاركات الإفريقية للفرق المصرية وكمان تفاصيل جديدة خاصة بالجدية لهذه المباراة والاستعدادات لانطلاق بطولة الدوري المصري الموسم الجديد كل هذا هنعرفه ونتكلم عنه بالتفصيل مع ضيفي الأستاذ سعيد علي الناقد الرياضي صباح الخير أستاذ سعيد صباح نور عليك أستاذ الحمد أهلا بي سعيد عاوز أعرف من حضرتك شفت إزاي أداء فريرا مبارح وتشكيله لمباراة الزمان لكن يقدر اللي هو يفوز فيها بنتيجة خمس أهداف يعني يمكن احنا بنشوف اللي بيقدمه فريرا هو استمرارية لما قدمه الموسم الماضي سبات على المستوى الخططي والتكتيكي سبات حتى على مستوى العناصر يمكن دخول زكريا الوردي وبرهيما نضاك عنصرين جديدين وصفقات جديدة بدأت تدخل مع المجموعة لكن القوان الأساسي والشكل الأساسي للفريق خاصة الشكل التنظيم الدفاعي وسط البلعب واضح زي ما هو فريرا بتكمل على نفس ما قدمه الموسم الماضي بدأ قوية جدا أنه يحقق انتصار كبير يمكن بيقابل فريق في فجوات ما بين الزمالك وما بين فالمبو لكن في النهاية أظهر الزمالك قوته وأظهر مبكرا أنه واحد من المتنفسين على اللقب وقدر يحقق الانتصار في المباراتين زهابا وآيابا ونتيجة كبيرة زي ما ذكرنا في البداية فبالتالي أنا ما شوفها بداية قوية جدا لنادي الزمالك بداية لسه كمان الناس ما دخلتش في الموسم والليقرة وأفضل حالة بدنية ومع ذلك قدر الزمالك بشكل قوي جدا حتى بالتحديد أحمد سيد زيزو نازال بيقول أنه بيقدم سواءات عالية جدا جدا فبالتالي الزمالك بيقدم نفسه كواحد من المرشحين للتنفس على البطولة دي إن شاء الله نعم سوء سيد يعني شايف أنه هو الزمالك بيقول أنا منافس قوي على اللقب ولا فيه رأى أخرى بتقال من البعض أن هذه المباراة ليست مباراة فيصل في الأمر لضعف الفريق المنافس يعني خلينا أقول وفكر الناس أن الزمالك لما ما كانش زمالك في حالته وفي هذه القوة كان بيخسر من ولاية تديتشا وبيخسر من خصوم أضعف وكان بيودأ في مرات كتير جدا وحتى في المرات اللي كان بيصعد فيها كان بيصعد بشكل أنفس وبصعوبات كبيرة لكن حاليا الزمالك بيؤدي بقوة صحيح زي ما قلت وقررت وبقررت تاني إن فيه فجوة كبيرة ما بين الزمالك ومنافسه أمس لكن في النهاية الزمالك أظهر مدى قوته وقدي إيه هو قادر يسيطر ويستحوز بشكل كامل وإنه ما يديش أي فرصة للخصوم أن يدخل بالمباراة وأنه طول الوقت خطر وقادر يصنع فرص تهديف كتير وسجل خمس أهداف وضيع غيرها وكان قادر يسجل أكتر فبالتالي بيظهر مدى قوته ومهم جدا أنك من البداية تفوز بأرقام كبيرة وأنك تظهر ده مش عايزين نقول إن فيه فرق أقل فده هو المعيار الأساسي لأن الفرق الكبيرة بتحاول من البداية تؤكد مدى قوتها شوفنا فانداونز إزاي قدر يكسب في مبراطية الزهاب الإياب برقم كبير جدا جدا فبالتالي أنا أشوف نهاديس ده مالك أيضا قدم نفسه بشكل قوي وبشوف الفكرة الاستمرارية على نفس الشكل اللي ختم به الموسم الماضي ده أكبر مؤشر على إنه منافس قوي على هذه البطولة إن شاء الله خلنا نتكلم عن المنضمين الجدد نحن شوفنا مبارح إبراهيم النضاي وهو بيحرز هدف وبيصنع أكتر من هدف هل ده بيدي ثقة للعبين الجدد في المباريات القادمة وبيقول إنه إحنا أمام لعبين جدد بيكتسبوا ثقة كبيرة بإستمرارية وتيرة المباريات وإنعقاد المباريات ده بيأكد أديهم قادرين على صنع الفارق لدى نادي الزمدك بالتأكيد تسجيل الأهداف واحدة من أهم العوامل اللي بتساعدك بشكل سريع جدا إنك تدخل في الجيم وإنك تدخل مع المجموعة لأن مهم قوي قوي حالة التلاحم اللحمة اللي بتحصل ما بين المجموعة ككل قد سطر مع فريرا فريرا واحد من الناس اللي ما بيستموش مساحة كبيرة للعمل الارتجالي أو للعمل الفاردي بيركز أكتر على اللحمة أو المنظومة لشكل المنظومة الجماعية فبالتالي مهم إنك تكتسب السقب بدري مهم إنك تدخل المجموعة بدري فأكيد تسجيل الأهداف واحدة من أهم العوامل اللي بتساعدك على ده لكن مع فريرا خلينا أقول إن الأمر بيبقى مختلف تماما أهم شيء وأهم عامل إنك بتقدم الأدوار الخططية والتكتكية اللي هو بيرسمها واللي هو بيبقى محتاجها لأن المنظومة عنده هي رقم واحد مش الأفراد فبالتالي أمشوف إن إبراهيم أنا ده يبتدى يدخل في الجيم مع الفريق إذا كده الوارد أيضا لعب مهم جدا ومشوفه صفقة مهمة بشوف إن الزمالك عمل موسم تعقدي قوي جدا لإنه كونه اختتم الموسم وهو بطل الدوري ثم دعم بهذا الكم من العناصر فبالتأكيد هو إدى مساحة أكبر من الاختيارات لمديره الفني وأصبح عنده قدرة على إنه يمتلك تعددية شوية في الأفكار رغم من فريرة من المدربين اللي بيميلوا للتعددية وبييميلوا للثبات على شكل نمطي إلى حد ما خلاص أنا جربت ده ومشيت مع الفريق فبحافظ على ده بحافظ على السبات وبيحافظ على شكل معين بلعب به بره وجوه وفي أي مكان حتى العناصر نفسها يعني هو راهن على العناصر الشابة والعناصر الصغيرة اللي ساعدها الموسم الماضي وأتقلقت وبنشوف استمراريتها مع بداية هذا الموسم فده شيء مهم وده بيسقل الدكة وبيسقل كمان القايمة لأن مع مرور الوقت بيتصاب عناصر مهمة وبتخرج فببقى عندك اخترارات بديلة فبشوف الزمانك حقيقي هذا الموسم أقوى بكتير جدا بالموسم الماضي صحيح نتكلم على فريرا وما نتحدث أو ما نتطرقش الحديث لكولر لأن عندنا النهاردة مباراة هامة جدا للنادي الأهلي مع الاتحاد المنستيري على أرض السلام تحديدا شايف المباراة دي زي والتشكيل المتوقع اللي هيلجأ لي كولر في هذه المباراة واحنا بنقول فريرا مدرب نمطي أو مدرب يميل إلى الألسابات وبيميل أكتر إلى المدرسة اللي بنساميها دائما مدرسة الوقعية أنا بشوف أن المرسل كولر هو امتداد لهذه المدرسة أيضا واشبيه جدا جدا يكون إسنا ده في مباراة الزهاب بالتحديد هو مدرب لعب بشكل متوازن جدا جدا معندوش حس وروح المغامرة يعني صحيح هو بيدغط بشكل مبكر بيستحوز على الكورة ما بيستيبش الكورة للخصم ما بيستيبش مساحات لكنه في النهاية مش المغامر معندوش الحس اللي هو بيدفعه أنه يغامر بعدد كبير يتقدم بعدد كبير فبشوف هو مدرب متوازن أيضا من نفس المدرسة القريبة للمدرسة فريرة حتى في الكورات السابتة يعني شوفنا زمانك مبارح بيواصل تقلقه في الدربات الوقنية وافتتاح المباريات دائما بهدف من الدربات الوقنية أيضا كورر واحد من المدربين اللي بيركزوا جدا على الكورات السابتة يمكن أخطر كورتين لنادر أهلي في مباراة الزهاب كانت كورة الهدف كورة عرضية لمحمد عبدالله منها من كورة سابتة وكان نشرط الأول كورة مسيلة لها وشبهها بالزبط كانت كورة سابتة أيضا لبرونو سافيو لعبها بالهيدرز والحارس طلحها فأيضا بيركزوا في التفاصيل الصغيرة دي لأنهم مدركين أن بتفاصيل صغيرة جدا تقدر تكسب المباريات فبالتالي هو بيميل إلى التنظيم الخططي بيميل أنه يبقى واقف كويس بيميل أنه ما يقعش في أخطاء وينتظر خطأ الخصم فبشوف كورر أيضا قريب جدا من مدرسة فريرة يمكن ربما النهاردة فضل المدرسة دي شايفها يعني هي مدرسة بتكون قدرة على العطاء والاستمولارية ولا أنت أصبحت الخصم اللي قدامك وشايف كل الأوراق اللي أنت تقدر تلعب بيها لأن نفس نمط الليعب اللي بتلعب به في المباريات هو واحد ما بيتغيرش يمكن أنا بشوفها يعني بقيمها وبحد المدى جودتها وقدرتها على أنها تنجح بتوفر عناصر اللي بتقوم بدا يعني لما يكون أنا عندي عدد أكبر من العناصر اللي بتمتلك إمكانيات فردية عالية فده بيخليني لأ أميل شوية إلى الاندفاع وأن أنا بيعندي أفكار هكومية أكتر لكن لما يكون العنصر ده غيب أو فكرة أن أنا أمتلك أكتر من الليعب مهارته فردية عالية وعنده القدرة على التأثير والفعلية الفردية فبالتالي أنا بأميل أو ببحث عن منظومة متكاملة فبشوف أن ما يناسب الأهلي في هذه المرحلة أنه يمتلك المنظومة الجماعية والمنظومة الخططية والمنظومة التكتيكية القوية لأن فعلا الأهلي بيفتقد للأفراد اللي بيقدروا يصنعوا الحلول ويصنعوا الفوارئ فبشوف هو مناسب جدا جدا للأهلي في هذه المرحلة لكن لما ينتكلم بالتحديد عن مباراة النهاردة أنا بشوف أنه هيكون عنده يعني مغامرة أكبر شوية يعني بمعنى أنه هشوفه هيتقدم أكتر هيكون في أدوار فيها تحرر أكبر لبعض اللاعبين خاصة الظاهرين أكرم توفيق وعلي معلولة بشوفه أنهما هيوصلوا لخط مرمى الخصم أكتر النهاردة هشوف الجناحين قريبين من العمق وأقرب لمرمى الخصم فأنا يعني محتاجين برضو شوفوا جوه الملعب عامل جوه مصر عامل أزاي يمكن هو التوازن اللي حصل بشكل كبير في مباراة الزهاب خشية أنه يستنقبل هدف ده حصل عشان هو بيلعب برأ أرضه إنما هندين قيمه النهاردة بقى في ملعبه هل بيلعب بنفس الاستراتيجية وإن كنت أميل أنه فعلا بيان حجازة أنه اللي دي عادته في السابق وعادته في تجربة السابقة مع بعض يعني هنشوف اعتماد على محنون متولي وعبد المنعم مين اللي هيجيب مين اللي هيجيب عن المباراة عرام ربيع عرام ربيع مستمرا في الغياب لأنه موقوف وياسر أبراهيم خارج القيمة ودي واحدة من المؤشرات اللي بتقول لك الراجل ده بيفكر إزاي ياسر أبراهيم اللي كان واحد من أهم اللي عمين ربما كان المساك أو المدافع اللي حام مع بيتس مصماني لكن تحول كبير جدا الراجل بغير اسفور فالسط ليه؟ لأن مارسل كولر بيفكر بطريقة مختلفة عن موسماني كولر ما بلعبش كرات طولية أبدا مهم جدا بالنسباله المدافع اللي بيعرف يخرج بالكورة المدافع اللي عنده كورة طيب خلينا نروح سريعا علشان موجز للأخبار نروح ليه الدوري المصري والموسم الجديد يمكن مبارح 12 جدول شايف إيه صحة الجدول ده ورأيك فيه ووفكم معلومات إن إحنا إن شاء الله اللي بطولة هتنطلق فعلا في هذه المواعيات 3 و4 ونشوف الزمالك والأهلي في نفس اليوم الأربع الموجبين إن شاء الله طبعا هو إحنا يعني الجدول هذا الموسم فيه تنظيم أكتر من كل المواسم الماضية عندنا إن شاء الله فرصة سناني إن إحنا نقدم موسم أفضل بكتير من المواسم الماضية وإن إحنا ننهي الدوري في وقت مناسب وإن إحنا نستعيد أخيرا حالتنا التنظيمية وبشوف إن فعلا اللي عنده حصلت على فترة رواحة قويسة جدا نخلينا نشوف إن شاء الله موسم أفضل البداية أعتقدنا قوي جدا الأهلي أمام الإسماعيل والزمالك أمام السموحة ومع التدعمات اللي حصلت في الفترة الأخيرة نشوف إن إحنا قدام دوري أكثر صعوبة أخصر التنفسية أخصر ندية يخلينا نشوف إن استمتع بموسم قوي جدا التنفسية دي اللي بتخلي الجمهور مبسوط في الآخر لأننا لما في عندي منافس وخصوص مقوية بيخلي سقف الطموحات دايما بيزيد لدى الفرق المنافسة في الدوري فعلى أي حال إحنا هننتظر نتيجة المباريات في الدور المصري وطبعاً بنتمنى النهاردة التوفيق لنادي الأهلي في لقاء العودة مرة تانية أمام الاتحاد المنسيري بنشكرك سعيد علي على هذا اللقاء أستاذ سعيد علي الناقض الرياضي شكراً لكم شكراً لكم على صحيح شكراً لحضرتكم